بسم الله الرحمن الرحيم وبهي نستعين اللهم صلى على محمد ولي محمد السلام عليكم أعزائي الطلبة جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته دعونا أعزائي نرى هذا السؤال يقول لنا تحرك عقرب الدقائق يجب أن ننتبه هنا وليس عقرب الساعات عقرب الدقائق 120 درجة فكم دقيقة مرت لذا نقوم برسم الساعة وهي عبارة عن دائرة أنا دائما أفضل الرسم لأن في الرسم تتضح لدينا الصورة بشكل أفضل طبعا نحن نعمل على الدقائق إذن نقوم بتقسيمها أولا إلى 12 قطعة أي تمثلنا الساعة بالساعات هنا وهذه عبارة عن التقسيمات لكل ساعة وهي عبارة عن 12 قطعة طبعا نحن لا نعمل على الساعات نعمل على الدقائق خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11 قطعة، 12 قطعة طبعا هنا ستصبح لدينا ماذا؟ ستصبح لدينا ستون دقيقة مجددا نقول بأننا نعمل على عقرب الدقائق أي ستون دقيقة إذا مر العقرب من هنا إلى هنا أيضا نحن نعلم بأن في الدائرة الدائرة تحتوي على 360 درجة إذن نقول بأنه 360 درجة مقسومة على 12 قطعة أي هذه القطعة إذن تساوي لنا ماذا تساوي لنا؟ 30 درجة للقطعة الآن السؤال كم دقيقة لكل قطعة؟ فنقول بأن هذا التدريج كله عبارة عن 60 دقيقة مقسومة على كم قطعة؟ مقسومة على 12 قطعة فتساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا 5 دقائق طبعا هذا إذا كنا لا نعلم كم دقيقة في 30 درجة فقمنا بإثباتها هنا إذن لكل 30 درجة تعطينا 5 دقائق هذا من المفترض أننا نحن نعلمه ولكن لو كنا لا نعلمه بإمكاننا أن نجده هكذا الآن يقول لنا بأنها 120 درجة نستخدم التدريج المنتظم نقول بأن 30 درجة عطتنا عطتنا 5 دقائق إذن لو كانت 120 درجة ستعطينا مجهول سين باستخدام التدريج المنتظم نقول هذا بضرب هذا يساوي لنا هذا بضرب هذا أي السين مضروبة في 30 هذا بطريق المقص يساوي لنا 120 مضروبة في 5 أي السين أي عدد الدقائق تساوي لنا 120 مضروبة في 5 على 30 طبعا الصفر مع الصفر ستذهب و 12 قسمة 3 تتعطينا 4 فتساوي لنا 4 في 5 أي 20 دقيقة وهذا هو الجواب هنا با شكرا لكم عزائي ونبقاكم إن شاء الله تعالى في مسائل أخرى ترجمة نانسي قنقر